شخص السيد وزير التربية وخاطب شخص السيد المفتش العام لوزارة التربية أخوان حجم الفساد حجم الفساد في وزارة التربية كبير حجم الإساءة في وزارة التربية كبير جدا أترق لكم الموضوع بسيط رقم واحد الأخ سيد سمير مدير عام تربية الرصافة الثانية وكالته أول ما يستقبل المراجعين المجاري طبعا ما للمديرية طافحة يستقبل المراجعين في مديريته بعطور المجاري بروائح وعطور المجاري هاي رقم واحد مدير عام وكالته تدري أستاذ سمير المجاري المجاري ما تكطفها وإذا تدري ليش ما سويته ليش معالجته هاي رقم واحد رقم اثنين السيد المدير العام وكالته يطفل الكهرباء على الموظفين بالأخص على كتاب الطابعة وليسوون كتب للمراجعين للموظفين ويجمعوا للبريد يجمعوا للبريد من يجمعوا للبريد والناس منتظره من بداية الدوام إلى ساعة واحدة حتى يوقع السيد المدير العام المدير العام يطلع وين ما تدري وش دي يسوي ما تدري دي يفتش قبل ما تفتش وحفتش مديريتك اللي بيها المجاري طافحة قبل ما تفتش على دوائر مديريتك وح أول مرة فتش دائرتك قدت هاي رقم واحد سيادة الوزير السيدة المفتش العام هاي رقم واحد رقم اثنين الوضع التربوي مأساوي وضع المدارس مأساوي احنا نعرف انه اكو رحلات موجودة بالمقازن روحوا شوفوا مدارسكم رحلات المدارس منتهية رحلات المدارس منتهية مع الزخم الحاصل في المدارس يعني كل رحلة عليها خمس طلاب او اربع طلاب ونوضاتك ووقف زين هذا الطالب شنون رح يفتح شنون رح يدرس بالاضافة الى اولا الكثير من جام شبابيك المدارس مكسر ثانيا حمامات المدارس كلها سيئة سيئة جدا سيادة وزير التربي حمامات المدارس انتخب اي مدرسة وحزوها وحزوها وشوف ثلاثة الوضع المأساوي للمدارسين والمدارسات والمعلمين والمعلمات اللي يستخدمون الفاظ سيئة حق الطلبة طبعا الادارة هم تشتركين ادارة ايضا سوء سوء ادارة وسوء تربية سوء ادارة وسوء تربية يا سيدي يا وزير التربية في مدارس وزارة التربية سوء تربية سوء تربية من قبل الكادر التدريسي والادارات هذا طبعا هذا جزء اللي ذكرته جزء من بحر اغطيك رابعا رابعا ادارات المدارس ادارات المدارس كلها قاتل كل ادارات مدارسك ومعاهدك يا سيد وزير التربية كلها يا امم عشعشة صار لها اكثر من عشر اسنين وطبعا هي سيئة سيئة جدا سيئة جدا وبيها ريحة فساد عالية ريحة فساد عالية تحدثت لك الباحة على مدرسة المكاسب وتحدثت لك على مدرسة الفردوس البالعامرية وبعد 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 هو يأكو هو يأكو يا سيادة وزير التربية ومفتش العام قاعد بدايرته لا طالع ولا رايح ولا نفتش ومدراء العامين أبسط نقطة أبسط نقطة قلت هاي ما الستاذ سمير مدير عام تربية الرصافة الثانية المجاري مادة تطافها طيب يا سيادة الوزير مو عندك وكذا مو عندك مدراء عامين يدزهم يا أخي يدزهم السيادة يستطيع أن تخرج أنت مجغول ولم نعرف كيف مجغول لا نعرف كيف مجغول حتنا وقلنا على الطبع والكتب لحد الآن لحد هاي اللحظة مواسطة كامل الكتب إلى المدارس المناهج وطبعا غلط مناهج غلط المناهج اللي انطبعة جديدة غلط اللي كانت قبل أفضل من عده واللي شي تفسر لي مادة العلوم صف الأول والثاني والثالث مستوها مع المستوى واحد بالسادس والأول المتوسط يصير هذا الحشي روح أقاري الكتابته أنت سيارة وزير التربية أنت يا سيدة مفتش العام أقول الكتاب وشوفو شوفو هذا مستوى طالب صف أول وثاني ابتدائي وثاني ابتدائي ما يصير يعني هسه لا تتابعون لا توجهون المدارع العامين بالمتابعة لا الوكلاء يتابعون شنو شغل لكم مده غدف بس غدف شنو شغل لكم هاي كارهين العراق هاي كارهين الوطان هاي كارهين العراقيين مدارس طينية ما حدا يشوه لأتشارة مدارس تتفلش ما حدا يبنيها عقودكم مع هاي المدارس الجاهزة اللي لي حدرا ما استغلات شنو انتو شنو انتو ولوش انتو بدت تشغلون ضد العراق ليش تشتغلون ضد الشعب العراقي مواتبكم من من بغة مو من ميزانية العراق يا اخي حلل لقمتك حلل غاتبك اطلع شوف واقعك في الماساوي واقع مساوي يا اخي والله عيد والله عيد ما يصير شوف الوادي مش بيها هاي الطلاب الكشم مدارسين سيئين واخد طلبة سيئين وما اكد طلبة سيئين بس ما يفرض ما مفروض المدارس هو قدوة المدارس هو اللي ينظر للطالب بعين الاعجاب حتى يصير مثله المدارس يضر مدارسة مالفيزيو بدرسة المكاسب تغلط على الطالبات وهي تنشي على الكاسب ومديرة المدرسة تغلط مدارسات مدرسة الفردوس تلزم عصي وضع من طلاب هي هاي الشكل هاي الشكل هي هاي التربية هي هاي التربية ايشنون شو راح نطلع جيل يحب العراق وانتو اساسا كرهي بالوطن هذا الطالب دا يتقدم دا يروح للمدرسة كأنه مرايح الجهنم دا يتعاقب دا يتعاقب من يدخل للمدرسة حسيتوا بها وين تربويتكم يعني هي هاي الشكل يعني متخافون حتى على أبنائكم لو أبنائكم غير مكانة دا يدرسون ابنائكم طبعا غير مكانة قارج العراق ما بالمدارس الخاصة جدا ما يصير ما يصير مدولة العراقيين فقرين وين يروحون وين يروحون وين يروحون وين يروحون وين يروحون سيدي رئيس الوزراء المحترم واقع وزارة التربية والمسؤولين القائمين على وزارة التربية سيئ جدا سيئ جدا هذولا شريحة معتيادية هذولا الجيل اللي حيكون جيل المستقبل للعراق احنا دا نفقد دا نفقد تربيتنا إلى جيننا هذي مو خدمة للوطن هاي إساءة للوطن يعني يعني ما يصير يا أخي والله ما يصير سيد وزير التربية يعني ما قوله ما أنت تسبا ما قوله ما حدي يقول لك ما قوله ما تشوف يعني ما قوله ما مغط عليك كل هاي الضغوف هذي نسخة من هاي الحلقة أنا حديث المكتبك نسخة من هاي الحلقة بالذات حديث المكتبك هما شوفها نرجع للمرة العامة هاكو مواطن مشتري سيارة هاي السيارة دخالها بالبيت ما يعرفوا السوق اشتراها وخلاها بالبيت الجاد يريد يبيعها راح للغرامات لقى نفسها متغرم عشرين ألف يابا السيارة ما طالعة شون متغرم أشيون قالوا والله يجر يباوى الوصل لأن الموقع على الوصل ملازمه ولي بنعمه راح علي طبعا هاي مرور الصعفة راح علي قال تعال يا بتا قالي شا سوي مديري يريدني يطيني دفتر يوميا لازم أكمله كملت الدفتر بقيت بس وسطين سويت وصل لواحد لأخوية واللاق إلك تسوي لحد طعب تريد عاقبني يعني هذا منطق سيد مدير المرور العام هذا منطق منطق إلا تروح تجيب لي دفتر وصولات إلا تروح تأذي الوادم وتجيب لي وصولات بريء مبريء مذنب ممذنب يكون قضية قضية في محاسبة رجل رجل القانون من يريد يحاسب المواطن على تطبيق القانون يذكرني بيت شعر يقول لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك وانفعلت عظيمه يحاسبنا رجل المرور على لبس الأحزام وهو ما يلبس أحزام يحاسبنا رجل المرور على عدم السير عكس السير وهو يمشي عكس السير يحاسبنا رجل المرور على إجازة السور وهو ما عنده إجازة السور يحاسبنا رجل المرور على الطفاية وهو ماكو بسياتة طفاية يحاسبنا عن مثلت وهو ماكو بسياتة مثلت يا أخي من تريد تحاسب تطبق القانون أول شيء تطبق على نفسه هذا طبعا مشغولين ب كل رجال اللي مسؤولين على تنفيذ القانون ما تريد تطبق قانون تطبق أول مرة على روحك تطبق على روحك لأنه القانون من وضع ما وضعت أنت فوق القانون أو جمعتك أو أخوانك أو أصدقائك أو قرائبك فوق القانون الكل تحت طاية القانون فمن يجي رجل المروق ويريد يحاسبني على أحزاب خلي حاسب هو حاو يلبس هو أحزاب من يجي رجل المروق ويريد يحاسبني على عدم السير عكس السير خلي هو أو الواحد يغتدي بهذا الموضوع مو هو يفوت رونك سايد قدامي يفوت رونك سايد قدامي يعني معناها أنه مطبق القانون يسبح للآخرين بعد تطبيقه من تريد تحاسبني على طفايا خلي أنت طفايا برقم واحد ورقم اثنين هذه العملية مال أنه تروح تكملي دفتر تروح تكمل دفتر إلا تكمل دفتر ما عنده أحد أنت لأخو أو ابن عمه وخالف هي هالشكل هي هالشكل يا سيدي يا مدير المرورة العامة هي هالشكل هالشكل يصرف ممكن يصرف انت سيبيك تسمح لهم أن يصرفون بهاية تصرفات المفروض من شو دز متابعة دز متابعة فعل مكتبك كمتابعة افتار انزع روتبتك والتمواطن عتيادة لا تخاف لا أحد يعرفك افتار ليس فقط حضرتك لا أحد يعرفك وهو من النواب تريد أن يفترون بالشارع لا تخاف لا أحد يعرفكم وهو من الوزراء الجديد سوف يفترون حتى القدامة حتى który يمكن أن يروا أن هناك بعض من تلكم تعرف لا يمكن من أن يروا تعرف يمكن أن يروا إلى تأخذ حتى اور عدد قررت و عدد بقررت لا احد يعرفك لا احد يعرفك ولا مستهدر لأنه لا يعرف انت سيد بدير المغرب العامة انزل لا تلبسوا انزل انزل بقاط ملكيو وانزل افتغ بالشارع وشوف شوف منتسبيك شنون دي يسيقون للمواطنين وشوف المواطنيش حيات شوف يعني احنا نذكر هاي الحالة نذكر هاي القضية دي نمطيك سيد مدير المغرب العامة دي نمطيك انه تكشف هؤلاء الفاسدين ان مديرية المغرب العامة مثل ما يلخابط بحب من تريد الصفي صفي الخابط مدير لما يصافي اذا جرت لما يصافي صار الماء كله خابط الاستاذ حسن جمعة مدير عام قناة النهار عراق الفضائية ومدير مؤسسة قناة النهار مدير مؤسسة النهار الاعلامية مدير عام مؤسسة النهار الاعلامية طلب انه نقوم بعملية تظاهر واعتصام امام السفارة الفرنسية لإساءتها الى شخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار انه هاي الشخصية مو شخصية اعتيادية هاي الشخصية صفت خلق الله صفت ما خلق الله اصطفاه الله سبحانه وتعالى اصطفى رسول محمد صلى الله عليه وسلم سيد مدير العام حسن جمعة طلب انه يقوم بعملية تظاهر واعتصام امام السفارة الفرنسية لحد الان الموافقات لم تحصل لم تحصل الموافقات ولذلك سيد مدير عام قناة النهار عراق الفضائية الاستاذ حسن جمعة ومنتسبي كادر قناة النهار عراق سيقومون بالاعتصام والتظاهر امام السفارة الفرنسية احتجاجا واستنكارا على ما قام به الفرنسيين من إساءة الى شخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يوم الخميس طلعت الموافقة طلعت ما طلعت الموافقة خلي اعتقلونا خلي اعتقلونا وهذا هو احنا هنطلع مظاهر منان الخميس ويوميا نراجعكم تطلعونا موافقة تطلعونا ما تطلعونا موافقة احنا طالعين هذا غمز هذا مغمز هذا صفت خلق الله سيئون لغسول محمد صلى الله عليه وسلم ونسكت لا ما نسكت سنقوم بالتظاهر والاعتصام امام السفارة الفرنسية في العراق طلعت الموافقة او ما طلعت يوم الخميس احنا مع تصمين ومضاهر واعتقلونا كل يت كل يتنا نعتقلونا نقبل نقبل ما احنا ضد الارهاب ولا نقبل ولا نرفض ونستنكر اي عمل ارهابي لكن اساءة الى شخص غسول محمد صلى الله عليه وسلم لا لا والف لا ومليارنا شكرا لكم مشاهدين الكرام واتمنى لتلقيكم بحشايا اخرى وهمتك قبتك